بمناسبة الرئيس بمناسبة السيسي تعالوا نروح للخبر الثاني تركيا ومصر بتعلنان رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء أخيرا خلاص أعلن اسم السفير المصري والسفير التركي في القاهرة وأنقرة بعد المصلحة الأخيرة واللقاءات والاتصالات الأخيرة وزارة الخارجية التركية قالت أنهم عينوا رفعوا مستوى التمثيل الدبلوماسي وعينوا صالح مطلو شين سفيرا لها في القاهرة أما مصر فعينت السفير عمر الحمامي سفيرا لمصر في أنقرة أخبار النهاردة الصبح بتقول أن عبدالفتاح السيسي وجهت له الدعوة كي يزور تركيا في السابع والعشرين من يوليو الجاري بدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردغان احنا قبل العيد اتكلمنا معاك وقلنا أنه الأخبار بتقول أن السيسي في الغالب بعد عيد الأطحى هيكون في تركيا بدعوة من أردغان النهاردة الصبح مصادر وتقارير صحفية نقلت أن السيسي بالفعل تلقى دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردغان لزيارة الأراضي التركية ولقاء أردغان لأول مرة منذ عشر سنوات ولأول مرة منذ انقلاب السيسي في الثالث من يوليو 2013 سيلتق السيسي وأردغان وفقا لما نشر صباح اليوم يوم 27 سبعة كمان خلاص أسبوعين ثلاثة في أنقرة بدعوة رسمية من أردغان هيلتق السيسي لازم أكد هنا أن أردغان قال أكتر من مرة في 2019 وما قبلها أنه لا يلتقي مثل هؤلاء ولن يضع يده في يد السيسي السياسة بتتغير وأردغان بيدعو السيسي لزيارة أنقرة ولذلك دايما الناس بتقول أن السياسة ما في هذه الثوابت وما تقدسوش الأشخاص يا جماعة وترفع الناس إلى مرتبة القدسية والتقديس وأصله ودل عمل وسوى له أمور إيجابية كثيرة فتح بلده لكثير من الناس وأنا كنت واحد منهم في فترة من الفترات وله أياد بيضاء على مهاجرين كثر من مصر وسوريا وبلدان أخرى لكن السياسة في الآخر بتقول أن احنا وصلنا أن أردغان هيقابل السيسي بل هو اللي بيدعوه يذهب إلى أنقرة ويلتقي ولذلك الناس لا يجب أن تتعامل مع رؤساء أي دول أو مع حكومات بمنطق العطفة وهذا هو الرجل الذي ينصر كذا وكذا لا أحد ينصر من أجل المبادئ يعني ولا حاجة لكن في الآخر في مصالح دول بتتصالح وأردغان بيتصالح مع السيسي